كثير ما تحدث الكثير عن خطورة تواجد قوات عسكرية أجنبية في العراق وأيضا خطورة وجود السلاح والمعسكرات التي هي خارج إطار سلطة الدولة العراقية فقصف هنا وقصف هناك حتى وصل الأمر إلى أن البنتاجون وبحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في أنه أمر قالت الجيش بالتخطيط لشن هجمات عسكرية على المعسكرات الموالية لإيران في العراق صورة ترسم خطورة الوضع في العراق خصوصا في هذا الوقت فالأزمة الصحية العالمية التي شكلها وباء كورونا جعل العالم كله وليس العراق في غنى عن الصراعات العسكرية خصوصا المناوشات الميدانية والإعلامية الإميركية الإيرانية لطالما أكرت الحكومة العراقية على أن العراق ليس أرضا للحرب وبيّنت موقفها المحايد وأيضا قرار مجلس النواب الذي أيد ذلك والذي صوت على إخراج القوات الأميركية من العراق وأيضا تأكيد الحكومة على حصر السلاح بيد الدولة إلا أن الوجود العسكري على أرض البلاد مستمر حتى هذه اللحظة الأمر الذي جعل البلاد فوق خط الحرب التي تندلع في أي لحظة أما الإعلام الأميركي فقد نشرت صحف متعددة وأبرزها نيونيورك تايمز أن وزير الخارجي الأمريكي ومستشار الأمن القومي يدفعون باتجاه تنفيذ هجمات موجهة تستهجف المعسكرات الموالية لإيران بغية إنهاء نفوذها في العراق وأيضا ردا على الهجمات المتكررة التي شنتها فصائل مسلحة على معسكرات أميركية خصوصا معسكر التاجي جنوب بغداد وأضافت الجريدة أيضا أن الجنيرال في الجيش الأميركي جون وايت أكد في مذكرة أن الحملة تتطلب وجود آلاف الجنود الأميركيين الإضافيين في العراق في الوقت الذي تعتزم الحكومة الأميركية تقليص أعداد الجنود إلى 2500 جندي بدلا من الخمسة آلاف أما الحكومة الأميركية فعلى أساس المصدر السابق فلم يقرر الرئيس الأميركي خلال اجتماع جرى في البيت الأبيض بخصوص هذه الحملة لكن في الوقت نفسه وجه بالتخطيط لشن هذه الهجمات ووجهت الحكومة الأميركية رعاياها بالانسحاب من السفارة الأميركية في العراق وإخلائها لدواع أمنية وأيضا شددت الإجراءات الأمنية داخل المنطقة الخضراء من بغداد محمد فراس قناة التغيير